بعد أكثر من عامين بدت محافظة مأرب ذات البنية التحتية المتواضعة تتعافى سريعا من الحرب ومآلاتها حيث شهدت توسعا كبيرا في النشاط الاقتصادي والتنموي كنتيجة طبيعية للاستقرار الأمني والتزايد المستمر في عدد السكان بالمدينة والوافدين إليها عوامل عدة امتلكت من خلالها المحافظة فرصا استثمارية واعدة في مجالات مختلفة هنا واحد من المشاريع الاستثمارية المحلية التي يملكها أحد أبناء المحافظة والتي بلغت كلفته مليوني دولار وبكمية انتاجية تبلغ ستين ألف منتج في الساعة فضلا عن مشاريع ترجع ملكيتها لبعض النازحين كانت معنا صعوبة حتى في التسجيلات القانونية فكان كل فيه في مأرب بس يرجعون إلى صنعه فظلنا تقريبا ثمانها شهر في التسجيل أحداث سياسية وعسكرية جعلت من مأرب مدينة اقتصادية وسياسية تمثل الوجهة الوحيدة والأكثر ملاءمة ربما لمئات الآلاف من الباحثين عن فرص عمل بعد تحولاتها الأخيرة غير أن معوقات عدة تتمثل في بنيتها التحتية وشحة حادة في خدماتها فضلا عن سلبية ارتباطها المركزي بصنعاء بالإضافة إلى ارتفاع متواصل في أسعار العقارات وإخفاق السلطة المحلية في وضع حد لهذه الارتفاعات بالنسبة للمعوقات الموجودة محافظة مأرب كان مدينة مأرب على سكانها لا تجاوز ستين ألف والآن تتجاوز الاثنين مليون والمكاتب الخدمية تقوم قائمة ولا زالت تمارس أنشطتها وتقدم خدماتها بناء على الإمكانيات السابقة التي كانت مخصصة لستين ألف مواطن في المدينة الآن تغطي اثنين مليون ولا زالت واقفة مكانها وتغطي بكل الإمكانيات المتاحة مشاريع الاستثمار التي تنوعت ما بين شركات ومؤسسات تجارية وصناعية ومطاعم وفنادق وأسواق ومكاتب سياحية وسفريات تجاوزت نحو 800 مشروع تجاري بحسب تصريح للغرفة التجارية والصناعية في محافظة مأرب كما تستحق هذه المشاريع جهودا مكثفة من قبل السلطة المحلية لجعل مأرب تحظى بأكثر مما هي عليه عادة حين يحل السلام تتوسع المدن وتزدهر وتزداد فيها الاستثمارات على العكس من ذلك ما يحدث أثناء الحروب والأزمات وهي مفارقة بينما تعيشه مأرب اليوم وغيرها من المحافظات التي تسببت الميليشيا بتدميرها خليل الطويل قناة بلقيس مأرب موسيقى